شهد سعدة الواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام الحفلة الختمي لفعاليات الحملة التوعية لمكافحة جرائم الاحتيال والتي أقمتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تحت شعار لا تكن ضحية الاحتيال وأعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره لمنتسب الإدارة العامة وعلى رأسهم العميد بسام المعراج المدير العام على جهودهم في مجال مكافحة الجريمة وإقامة الحملات التوعوية الهادفة للوقاية منها موضحا أن التوعية أمر أساسي في مجال المكافحة ولا يجب أن تتوقف بعد انتهاء الحملة فالأهم هو الاستمرار والعمل على ابتكار أساليب فاعلة ومتابعة كل ما هو جديد في هذا المجال من جهته أكد المقدم حسين مطر مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أن التوجيهات السديدة لمعالي وزير الداخلية لها بالغ الأثر في اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية والوقائية للحد من جرائم الاحتيال من خلال الوصول لكافة شرائح المجتمع حيث تضمنت الحملة التوعوية العديد من الفعاليات والأنشطة منها إقامة ملتقى بعنوان مخاطر جرائم الاحتيال على المجتمع والذي استهدف نحو 120 ممثلا عن مختلف مؤسسات المملكة والقطاع المصرفي ورواد الأعمال كما أقامت الإدارة عددا من المحاضرات التوعوية في بعض الجهات الحكومية والشركات الخاصة وبعض المؤسسات التعليمية وخلال الحفل الختمي تم عرض فيلم تسجلي حول الحملة التوعوية وما تضمنته من رسائل إعلامية موجهة للجمهور وتهدف إلى حمايته من الأساليب الاحتيالية وقد كرم رئيس الأمن العام القائمين على الحملة والجهات الداعمة كما تفقد المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة وتضمن عددا من المضبوطات في مجال جرائم الاحتيال اشتركوا في القناة